أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في خبر جديد قال عضو باللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا إن احتمال تشديد الإجراءات الاحترازية وحتى بلوغ مرحلة الحجر المتشدد تبقى قائمة في ظل دابابية الأوضاع بشأن المتحور أوميكرون وأوضح العضو باللجنة العلمية سالفة الذكر أن ما قد يزيد الأوضاع الصحية سوءا في حالة تسجيل حالة لمتحور كورونا الجديد وعدم تلقيح المواطنين بالشكل الكافي وحتى إتمام الجرعة الثالثة للأشخاص الذين من المفروض أن يتلقوها وشدد المتحدث داتا في تصريح ليهسبريس على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاح على وجه السرعة من أجل خفض الأضرار في حالة ما إذا عاشت المملكة السيناريو الأوروبي نفسه وأكد المختص أنه إلى حد الساعة عاد المواطنون إلى الإقبال على اللقاحات في وقت كانت العملية شبه متوقفة سابقا مفيدا بأنه أخيرا عادوا للإقبال على مراكز التلقيح لتلقي مختلف الجرعة بما فيها الجرعة الثالثة أو المعززة وعلى الرغم من استقرار الوضعية الوبائية خلال الأيام الحالية فإن التخوفات من موجة جديدة لا تزال قائمة خاصة في ظل الوضعية الدولية الحالية وظهور متحور جديد ناهيك عن تغير الطقس وفي ظل الوضع الوبائي المقلق في عدد من الدول الأوروبية التي تشهد طفلات جديدة من فيروس كورونا المستجد شدد المعرب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمجموعة من المطارات والمحطات الدولية البحرية وذلك لتفادي تسجيل انتكاسة صحية جديدة وتشدد اللجنة العلمية على أهمية الجرعة الثالثة في وقت أثبتت الدراسات أنه عقب خمسة أشهر من الجرعة الثانية تقل المناعة وبالتالي يجب تدعمها منشرة إلى أن اللقاح يحمي 12 مرة أكثر من الموت وتسعين في المئة من الملقحين لا تكون حالتهم خطيرة عند الإصابة إلى هنا ينتهي خبر اليوم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لك تتوصل دائما بكل جديد إلى اللقاء